أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بجهد هائل لتوفير كافة السلع للمواطنين وأضاف مدبولي أن أي تزيادة في أي سلعة في الخارج تتأثر بها الدولة بصورة أو بأخرى أسعار الوقود اللي زادت بصورة غير مسبوقة أسعار تكلفة الشحن الشحن زادت ثلاث أضعاف الشحن عادي تقيمة تكلفة أي شحن بيحصل زادت ثلاث أضعاف فنتخيل أن أي سلعة إحنا بتجيلنا يعني أنا معلش أن أقولك ببساطة شديدة الألم ده لما يعني بيبقى محسوب تكلفته محطوط فيه كل حاجة تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل أو الشحن اللي بتيجي من بره فلما تكلفة الشحن الوحدها تزيد ثلاث أضعاف وطبيعي حتسمع فيه السلعة جنبا إلى جنب مع ده موضوع التغيرات المناخية وابتدت تحصل مشاكل في عدد من المناطق ويمكن إحنا شاهدناها السنة دي أكيد كلنا شعرنا الشتاء اللي جيه السنة دي غير مسبوق فده ابتدى يعمل مشاكل حتى في المنتجات الزراعية فده أدى برضو لارتفاع بعض السلع على مستوى العالم أنا بتكلم هنا على العالم كله ومصر جزء لا يتجزأ من العالم فكل ده أدى إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع في عدد من السلع وده يمكن مع كل اللي كان بيحصل ده الدولة كانت بتشتغل على جهد هائل على توفير كل السلع ترجمة نانسي قنقر